احتكلم عنها في البداية والنهاية لبن كثير في المجلد الحادي عشر من الكتاب اللي احنا ذكرنا هذا المصدر فيما سبق في صفحة اربعمائة وواحد من هذا الكتاب العبارة واقعا الانسان يقشعر له بدنه منه الرواية هذه بعد ان ينقل رواية ماذا لا اشبع الله بطنه قال فما شبع بعدها باعتبار ان رسول الله صلى الله عليه وآله دعا عليه مستجاب الدعوة يقول ابن كثير التفتوا جيدا ايها المشاهد الكريم انا عندما جعلت ابن كثير والذهبي وابن حجار وابن تيمية من اصحاب الاتجاه الاموي والاسلام الاموي البعض قال بأي دليل هذه من الادلة يقول وقد انتفع معاوية بهذه الدعوة في دنياه واخرى كيف كيف اما في الدنيا فانه لما صار في الشام اميرا كان يأكل في اليوم سبع مرات يجاء بقصعة فيها لحم كثير وبصل فيأكل منها ويأكل في اليوم سبع اكلات بلحم ومن الحلوى والفاكهة شيئا كثيرا ويقول والله ما اشبع وانما اعيا وهذه نعمة ومعدة يرغب فيها كل الملوك انه يأكلوا كثيرا ولا ماذا ولا يشبعوا واما في الاخرة كل الملوك احسنتم واما في الاخرة فقد اتبع مسلما التفتوا جيدا اذا ابن كثير التفت الى النقطة التي يريد ان يشير اليها ماذا صحيح مسلم في صحيحه يقول واما في الاخرة فقد اتبع مسلم هذا الحديث بالحديث الذي رواه هو والبخاري وغيرهما من غير وجه عن جماعة من الصحابة ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال اللهم انما انا بشر فايما عبد سببته تبين رسول الله كان سبابا مولانا وسبابا في غير محله فايما عبد سببته هذا هو رسول الله عند النهج الاموي هذا هو مقام رسول الله عندما فما بالك اذا بعد ماذا هو مقام علي وفاطمة واهل البيت عند اصحاب النهج الاموي والمدرسة الاموية فأيما عبد سببته أو جلته أو دعوت عليه وليس لذلك أهلا والله هذا لا يصدر عن أصاغر الناس عن أصاغر الذين لهم مروى لا أقول لهم إيمان لا أقول أنهم من أهل العلم لا أقول أنهم من العلماء لا أقول أنهم من الحفاظ والأئمة لا أقول أنهم من الخلفاء الكبار لا أواسط الناس أصاغر الناس هذا الكلام لا يصدر منهم وليس لذلك أهلا فاجعل ذلك كفارة وقربة تقربه بها عندك يوم القيامة التفتوا إلى محل الشاهد من كلام من؟ من كلام ابن كثير ماذا فهم من الإمام مسلم في صحيحه يقول فركب مسلم من الحديث الأول وهذا الحديث فضيلة لمعاوية يعني لمن يدقق تبين أنه ليس مسلم بصدد ماذا؟ أن يعيب على معاوية أن يذم معاوية أن يقول دعاء صدر من النبي على معاوية ولهذا نحن صنفناه صحيحا مسلم أين؟ صنفناه في النهج الأموي فركب مسلم من الحديث الأول وهذا الحديث فضيلة لمعاوية ولم يورد له غير ذلك يعني لم يذكر في كل صحيح مسلم غير هذا الناص ترجمة نانسي قنقر